وصلنا دلوقتي لجزء خطير جدا جدا وهو التأثيرات السلبية على الأطفال في حالة إدمان أحد الوالدين أو الاثنين وهنبدأ بالتأثيرات السلبية الطبية أولا بيكون فيه إمكانية تناول الأطفال نفسهم للسموم دي بطريق الخطأ وده ممكن يعرض الطفل للوفاة أو الغيبوبة أو الإصابة الدائمة لواحد أو أكتر من أجهزة جسمه ثانيا تزايد فرص الإصابة والتعرض للمخاطر بسبب اضطراب درجات الوعي عند الأم والأب لما يتعاملوا مع طفلهم يعني خلاص ما هما الأب بقى المدمن ده أو الأم اللي على الحالة دي التعاون مع الطفلة هيكون إزاي؟ ممكن أنتوا تتخيلوا الوضع ثالثا تفاقم أي حالة مرضية قد يصب بها الطفل لقدر الله يعني الطفل لقدر الله عيه فنتيجة عدم الاهتمام أو التركيز في علاجه ممكن يحصل تفاقم في المرض اللي عند الطفل ده رابعا احتمالات حدوث عدوى بأمراض خطيرة تنتقل من الأب أو الأم إلى الطفل في حال أن الطفل ده استخدم مواد ملوسة يعني اتعور مثلا بسبب حقنة أو مشرة أو حاجة زي كده من الحاجات اللي بيستخدمها الأب المتعاطي أو الأم أما التأثيرات النفسية السلبية اللي بتحصل للأطفال في حال إدمان أحد الوالدين فهي كتيرة أو الحقيقة زي ايه؟ أولا حالات الهلع والاضطراب اللي بتصيب الأطفال تخيلوا معايا كده لو فيه بيت وفيه أطفال وشافوا الأم أو الأب في حالات زي التسمم اللي احنا حكينا عليه أو الانسحاب أو الهزيان أو الاضطرابات العقلية يعني تخيلوا حالة الأطفال بقى تبقى عاملة ازاي؟ يعني هم شايفين كده الأب أو الأم اللي منهم يعني بيطعاطى هذه السموم وهو على حالة أو يعني حالة من الحالات دي ثانيا افتقاد الطفل لكل حقوقه في الرعاية سواء التعليم أو الصحة أو الحياة الكريمة لأنه خلاص بقى ما هو عند المتعاطي ما بيكونش عنده خلاص هو عايز يجيب هذه السموم ويتعطاها وخلاص بقى اللي الطفل ده يتعلم ولا يتعالج ولا يعيش ولا يكله ولا يشرق ولا حاجة خالص ثالثا امكانية تقليد الأطفال دول لسلوك الكبار في تعاطي السموم دي لو الأطفال دول أكبر سنا شوي رابعا حالة النبز الاجتماعي والرفض اللي ممكن تحصل للأطفال دول في الحالة دي وبيكونوا معرضين لها سواء في مكان إقامتهم أو في محيط عائلتهم أو في مدارسهم وهكذا خامسا تزايد فرص أن يكونوا الأطفال دول غير أسوياء سلوكيا نتيجة تعرضهم للإهمال بالشكل اللي احنا تكلمنا عنه سادسا لجوء الأطفال دي للسرقة مثلا لسد احتياجاتهم لعدم وجود ولي أمر راشد ومسؤول يتولى رعايتهم وحمايتهم ما هو ممكن الأطفال دي ترتكب بقى جريمة زي السرقة عشان يكلوا عشان يجيبوا حاجة كتب يجيبوا لبس يعني تخيلوا لأنهم شايفين المسؤول عنهم مش في درجة وعي تسمح له أنه هو يتحمل حتى مسؤولية نفسه ومش بس مسؤولية أطفال سابعا إذا حصل التعاطي داخل المنزل ودي نقطة بقى يعني خطيرة جدا إذا حصل التعاطي داخل المنزل مع مدمنين تانيين أو متعاطين آخرين يعني فده متخيلين ممكن يعرض الأطفال دول لمخاطر عاملة زي مخاطر لا يمكن توقعها أو حصرها الدول خلاص بيبقوا مش في وعيهم سامنا احتمال ارتكاب الأطفال دول نفسهم لجرائم وهقول لكم حاجة شهيرة أو تبقى جرائم دفاع عن النفس ليه ممكن يبقى الأب اللي بيطعاطى ده في حالة غير طبيعية بيدرب الأم أو بيعتدي عليها أو عايز يعمل فيها حاجة أو بتاعه يقوم ييجي طفل ولا طفل أنا بقول هنا طفل يعني ما هو طفل في عمر المراهقة أو أزر يقوم عايز يدافع سواء يدافع عن نفسه ما ممكن يبقى بيرد الأزر عن نفسه أو يدافع عن الأم مثلا في حالة طاول الأب عليه وهو يعني هو الأب مش في وعيه طبعا فيقوم الشخص ده أو الطفل ده يعمل جريم وأخيرا إمكانية فقدان الأطفال دول نفسهم لحياتهم بسبب الاضطرابات العقلية اللي ممكن يوصل لها الأب أو الأم اللي هما وصلوا إلى حالات متأخرة من الإدمان الحقيقة يعني هو الموضوع سامحوني يعني أنه الواحد متأثر يعني هو بيتكلم فيه لأنه يعني موضوع الحقيقة يعني صعب وعشان كده في مسألة التعاطي والإدمان بيظهر بوضوح أو يدور الوقاية الحقيقة والوقاية يعني أن الأمور دي يعني الحقيقة للأمور بتزداد صعوبة كل يوم على فكرة ليه بقى؟ لأن المواد المخدرة زادت وتنوعت زادت وتنوعت فبقى منها المواد الخام والمواد المشتقة والمواد المخلقة وحاجات تحط على بعض وحاجات كده يعني وأظن يعني ليس ببعيد يعني عمل فني كان زي فيلم الكيف مثلا الراحلين ربنا يرحمهم أستاذ محمود أبو زيد المؤلف أستاذ علي عبدالخالق المخرج محمود عبدالعزيز النجم الكبير الله يرحمه أستاذ يحى الفخراني ربنا يديله الصحة يعني أستاذ جميل رياتب الله يرحمه شفنا نموذج للفيلم إزاي الموضوع وده عمل فني واحد يعني فيه عشرات من الأعمال الفنية تناولت الحقيقة الحديث عن مشاكل المخدرات والإدمان ولكن يعني أنا بتكلم عن فيلم الكيف تحديدا لأنه كان فيه أبعاد فلسفية وأبعاد اجتماعية الحقيقة كبيرة جدا جدا وكان لها وقع كبير على النفس يعني